ناقش وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش مع مسؤول التنسيق الإنساني بمكتب الأمم المتحدة في اليمن نيلز دينجوال جهود التدخلات الإنسانية في المحافظة وأكد الوكيل علي حرص السلطة المحلية على تسهيل عمل مكتب الأمم المتحدة بما يساهم في تنفيذ مشاريعها الإنسانية في مختلف القطاعات ومن جانبه أوضح المسؤول الأممي أن الاجتياح الحالي يتركز على خطة للأمن الغذائي فيما سيتم خلال العام القادم 2021 تنفيذ مسح للاحتياج في اليمن على مستوى المديريات تتضمن إضافة للأمن الغذائي وسوء التغذية مسح متعدد القطاعات